قطع من نور متجاورات تلفها السكينة المسجد النبوي بذرة غرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم أينعت بقعة طاهرة تتعلق بها القلوب هذا المسجد مر بعدة توسعات نستعرضها معا بنى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مسجده في العام الأول من الهجرة بالطين والحجر وبنى سقفه من جذوع النخيل على مساحة ألف وخمسين مترا تقريبا التوسعة الأولى كانت بيد الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بسبب زيادة أعداد المسلمين في العام السابع من الهجرة فأصبحت مساحته ألفين وخمسمائة متر مربع تقريبا أما التوسعة الثانية فقد نفذها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام سبعة عشر هجريا وأصبحت مساحة المسجد النبوي بعده ثلاثة آلاف وستمائة متر مربع وكانت التوسعة الثالثة في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه بين عامي تسعة وعشرين وثلاثين هجريا فأصبحت مساحة المسجد النبوي أربعة آلاف وستة وتسعين مترا مربعا أما في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك ما بين عامي ثمانية وثمانين وواحد وتسعين للهجرة حدثت توسعة للمسجد النبوي لتصل مساحته إلى ستة آلاف واربعمائة وخمسة وستين مترا مربعا عام مئة وواحد وستين هجريا في العصر العباسي نفذ الخليفة المهدي توسعة جديدة لتصبح مساحة المسجد ثمانية آلاف وتسعمائة وخمسة عشر مترا مربعا وفي عام ثمانمائة وثمانية وثمانين للهجرة أضاف السلطان الأشرف قايت باي لمساحة المسجد النبوي مائة وعشرين مترا مربعا فقط لتصبح المساحة تسعة آلاف وخمسة وثلاثين مترا مربعا وفي العصر العثماني عام الف ومائتين وخمسة وستين للهجرة أمر السلطان عبد المجيد بتوسعة المسجد النبوي لتصل مساحته إلى عشرة آلاف وثلاثمائة وثمانية وعشرين مترا مربعا وفي عام ألف وثلاثمائة واثنين وسبعين من الهجرة أمر الملك عبد العزيز آل سعود بإضافة أكثر من ستة آلاف متر مربع إلى المسجد النبوي حيث وسع في صحن المسجد وزاد عدد الأبواب لتصبح مساحة للمسجد ستة عشر ألفا وثلاثمائة واثنين وخمسين مترا مربعا وفي عهد الملك فهد بن عبد العزيز نفذ خطة لتوسعة المسجد لتصبح المساحة الإجمالية ثمانية وتسعين ألفا وثلاثمائة واثنين وخمسين مترا مربعا والساحات الخارجية بلغت مائتين وخمسة وثلاثين ألف متر مربع بعد ذلك أمر الملك عبد الله بتوسعة الساحات الشرقية للمسجد النبوي لتصبح مساحتها ثلاثمائة وخمسة وستين ألف متر مربع ثم نفذ توسعة جديدة فبلغت الساحات الخارجية أكثر من خمسمائة ألف متر مربع في عام ألف واربعمائة وثلاثة وثلاثين هجريا وأخيرا وضع الملك سلمان خطة لأكبر توسعة في تاريخ المسجد النبوي لاستيعاب مليوني مصل ضمن رؤية السعودية ألفين وثلاثين كان هذا استعراضا سريعا للتوسعة التاريخية للمسجد النبوي على مر العصور ترجمة نانسي قنقر